تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورتي الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى تتذكروا كايسوكي هندنجم ميلاني السابق اللاعب اللي اشتهر باسمه تسريحة شعره ولمسته الجميلة على الكرة إذا بتتذكروا فبحب أقولكم إنه ما زال بيلعب وما اعتزل لليوم وإذا ما بتعرفوه كم له معنى الحلقة ففي مسيرة هذا اللاعب شوية مفاجآت وغرائب هندنجم بدأ مسيرته في أكاديمية جامبا أوسعكا ولعب لعدة فرق يابانية قبل ما ينتقل من فريق ناكويا جرامبوس الياباني لفنلو الهولندي عام 2008 واستمر هناك سنتين ثم ذهب إلى سيسكا موسكو الروسي حيث وصل هناك لقمة تألقه في ديسمبر 2013 أعلن ميلان عن تعاقده مع هندنجم في صفقة انتقار حر وكان وقتها أحد أهم اللاعبين اليابانيين وعنصر مهم في المنتخب شارك مع المنتخب في مونديال 2010 وقاد اليابان للفوز بكأس آسي 2011 اللي توج فيها أيضا كأفضل لاعب ثلاث مواسم ونصف مع ميلان ثم رحل عن أوروبا كلها وانتقلبت شوكا المكسيكي عام 2017 تقريبا لهون جميعنا بنعرف شو صار معه لكن بعد هيك صارت أخباره شحيحة جدا بحب أقولكم أنه بعد موسم رحل عن المكسيك وانتقل لأستراليا عشان يلعب مع فريق ميلبورن أعلن في تلك الفترة أيضا اعتزاله الدولي وهو اللي شارك في ثلاث مونديالات مع بلاده موسم في أستراليا وانتقل بعده لفتيس الهولندي في صفقة انتقار حر في نوفمبر 2019 هناك استمر شهرين بس لأنه مدربه الجروسي الشهير اللي تقلق معه في سيسكا موسكو ليونيد سلوتسكي تمت إقالته فرحل هوندا مع مدربه ولعب مع فتيس الهولندي أربع مباريات بس لكن قبل ما يتعاقد مع هذا الفريق الهولندي كان في قصة ضريفة وكوميدية فبعد نهاية عقده مع بيلبورن ظل هوندا لعدة شهور بدون فريق عشان يغفاجئنا ويغرد عبر تويتر في سبتمبر 2019 ويطلب من مان يونايتد التوقيع معه مجانا ما بده منهم أي راتب ولا فلوس فقط لأنه بشجع مانشستر بعد رحيله عن هولندا بحوالي ثلاث أسابيع انتقل يلعب مع بوتافوغو البرازيلي قضى في البرازيل سنة بعدها عاد لأوروبا من بوابة بورتيمو نينسي البرتغالي في فبراير 21 بس بعد خمس أيام تم فسخ عقده والسبب تعقيدات قانونية منعت تسجيله لأنه عشان تضم لاعب حر في البرتغال بعد إغلاق السوق الشتوية لازم يكون لاعب حر منذ أكتوبر لمنع التلاعب بالانتقالات وهذه الحالة ما كانت عم تنطبق على هندا بعد فشل الصفقة استمر دون أي نادي لأمدة شهر تقريبا وفي 15 مارس 21 انضم لفريق نفشي باكل أدريباجاني وهناك أسهم في فوزهم بالدوري لأول مرة منذ موسم 2012-2013 سجل هدفين بسبع مباريات وكان لاعب مهم في الفريق بس رحلته ما استمرت وانتهت بعد ثلاث شهور وكالعادة استمر هندا لفترة دون أي فريق قبل ما يتعاقد مع فريق سفودا لتواني في سبتمبر 21 بعقد بيمتد لثلاث شهور أيضا يعني بينتهي في ديسمبر 21 وهذا هو جواب سؤال أين يرعب هندا الآن فهو بيرعب في الدوري الليتواني مع نادي سفودا ومن المتوقع حسب بعض التقديرات انه يرجع يمدد عقده مرة ثانية وهو حتى الآن لاعب 6 مباريات ومسجل هدف لكن ليش هندا بيظل يخلي عقوده قصيرة الأمد وبقعد فترات بدون أي نادي السبب في الحقيقة انه مشغول بمشروع شخصي بعمل على تطويره في دولة كامبوديا هناك عنده أكاديمية أسسها عام 2016 وهو مدير المنتخب هناك منذ عام 2018 ورغم أنه تجربته مش ناجحة حتى الآن حيث خسر منتخب كامبوديا بنتائج مثل 10 و14 سفر مع إيران في تصفيات كأس العالم لكن هندا مؤمن فيها وحابي بيكمل فيها ويركز كما قال إلى هون بتنتهي الحلقة بذكركم تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة